أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة موقف تكوين المغزون الاستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في إطار خطة الحكومة لإنهاء تخفيف الأحمال وتابع رئيس الوزراء خطة تكوين المغزون والتي تشمل زيادة الاحتياطات الاستراتيجية من المازوت والسولار في إطار التزام الحكومة بخطة وقف تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من شهر يوريو الجاري مثل ما تم الإعلان في وقت صادق هذا ومن المقرر أن تتولى الحكومة توفيرها التمويل المطلوب لشراء المنتجات البترولية المطلوبة لوقف خطة تكفيف الأحمال خلال فصل الصيف